أنت في طاقة استقرار وتواصل روحي مع هذا الشخص، مع هذا الحبيب وتريد التقدم له لخطبة أو زواج فأنت إنسان مستقيم، نواياك صادقة ولا تحب اللف والدوران وتقول كلمة الحق دائما أنت ترى الحبيب، ربما تراه قد تزوج أو دخل في علاقة ارتباط أو ربما تراه مثلا أعلى منك شأن وله قوة وقيمة كبيرة في الحياة أو أنك تجده هو الشخص المناسب للزواج هذه ثلاث احتمالات الحبيب في طاقة عالية تجاهك ربما يكون يحبك كثيرا ولكنه هنا هذا إنسان هذا الإمبراطور لا يظهر مشاعره بشكل عام هو يحبك لديه طاقة عالية تجاهك وربما ينتظرك لكي تبدأ معه بالكلام لأنه لا يعرف حقيقة مشاعرك نحوه أو أنه ينتظر الوقت المناسب للتقدم لك للخطوة هو مشغول جدا ربما يكون مشغول بعمل أو بأي شيء أو مشغول بالتفكير بك وهو لا يعرف حقيقة مشاعرك نحوه أو أنه يحاول أن يأخذ وقته للتعرف إليك أجل أنه ربما يكون هذا الشخص كما قلت متزوج أو بأنه مستقر مادياً وعنده عملاً خاص به فلنعرف فلننظر إلى القراءة طاقتك الطاقة العامة لهذه القراءة هي العصى الوحيد فأنت في طاقة حماس وإقبال على الحياة وتواصل روحي عالي مع هذا الشخص وأنت منتبه إلى صحتك وشغلك ونفسك وأنت متحمس جداً لهذا الشخص وتريد الارتباط به بسرعة فأنت تفكر به إثيراً وإذا كنتم على خسام فأنت تريد إعطاء الفرصة لهذه العلاقة لأنه عندك طاقة عالية تجاه هذا الشخص الحبيب الحبيب أيضاً عنده تواصل روحي عالي تجاهك فهو يفكر بك كثيراً احتمال أنه يفكر بك أكثر ما أنت تفكر به فأنا أجد أنه بينكما حب كبير جداً وإذا كنتم متباعدين فهو حزين جداً لغيابك ويفكر بالرجوع إليك هذه هي مشاعرك أنت حزين جداً وتشعر بكسرة القلب فأنت تحب هذا الشخص كثيراً وربما اكتشفت بأنه مع الطرف ثالث وهذا جرحك كثيراً أو أنك اكتشفت عنه حقيقة ما خاض أمالك بسماعه مشاعر الحبيب هو أيضاً يفكر بك ويحبك ويشعر بأنك قد تردت هذه العلاقة وتباعدت عنه ولم تعد تريده وعنده ألم نفسي وربما جسدي جراء ما حدث وهو يشعر بالحزن والوحدة لغيابك وهو يفتقلك كثيراً فأنا أشعر بهذه القراءة بالحب الكبير من كلاكما لبعضكم البعض نوايا هذا الحبيب نواياه أن يخرجك من جسرة القلب ومن الحزن والألم الذي أنت فيه أو الذي تسبب لك به فهو سيقدم لك عرضاً هذا هو يريد أن يخرجك من هذا الحزن فهو يشعر بأنه قد تسبب لك بحزن كبير جرح قلبك كثيراً ربما خطوته القادمة هو سيقدم لك الاعتذار والاعتراف بحبه الكبير لك وربما سيقدم لك هدية أو عرضاً جديداً ينسيك ما حصل في السابق وإن كانت هذه العلاقة جديدة فهو سيقدم لك عرضاً بحبه و سيعترف لك بحبه وإذا كنت حزنك وإذا كان حزنك هذا جراء علاقة سارقة مرت معك في السابق فهو سيحاول أن يخرجك أو يخلصك من هذا الحزن ويعبوضك عن كل آلام الماضي مصير هذه العلاقة هذه العلاقة ستحضر باستقرار كبير استقرار مادي ومعنوي فهذا الشخص كريم جداً ومعطاء ويحبك كثيراً وسيقدم لك حباً بقدر حبك له فهو يحب العدل والتوازن بالمناسبة هذا برج الميزان لا تظهر يظهر أي برج سأقوله لكم الستة بنقود قلنا بأنه يحاول هذه القراءة قلنا ستحضر باستقرار وهو شخص كريم ويحاول أن يقدم لك الحب حباً بقدر ما أنت تحبه بالفعل وإذا كنتم متخاصمين سيصالحك وسيقدم لك ربما هدية مالية وسيكون بينكما توازن بين الأخذ والعطاء نصيحتك لهذه القراءة هذا الشخص يحبك كثيراً ولكنه ربما يكون خائف من التقرر منك أو من ردة فلك تجاهه فربما يرأت غاضباً منه ولا يجرؤ على البوح لك بمشاعره كل ما عليك فعله هو التواصل معه بالروح وأرسل له طاقة إيجابية حتى يشعر بك هو وأخرج من الحزن لكي تستطيع أن ترسل له هذه الطاقة وإن كنت قد قطعت مره بالكلام أو تواصل وعملت له بلوك افتح هذا التواصل وأظهر له بأنه بأنك ما زلت تكون له مشاعر أنت لا أقول أن تقول له أنا ما زلت أحبك أقول أو أن تصارحه بالفعل بمحقيقة مشاعرك أنا أقول فقط افتح له باب التواصل وأظهر له بأنك في حالة جيدة ولم تعد تكون في قلبك تحمل في قلبك مشاعر سلبية له ولأي شيء في هذه العلاقة أو في علاقة أو من علاقاتك السابقة القديمة شكرا لكم برج العقرب على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم